تخوض المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء قتالا شرسا ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح لمنع التوغل في المناطق الخاضعة لسيطرتها خلال الأيام الماضية شنت الميليشيا هجمات عدة في محاولة للتقدم واستحداث مواقع جديدة لكنها تواجه مقاومة شرسة المعارك في المحافظة خلفت قتل وجرح في صفوف الميليشيا وتدمير عربات عسكرية خلال المواجهات في جبهات الأجردي وكساد والغول والحبج في مديرة الزاهر تحولت المقاومة في مواقع الدفاع إلى الهجوم وشنت هجمات متزامنة على مواقع الميليشيا في الجماجم أسفلت عن سقوط قتلى وجرح في صفوفها في مديرية ذي ناعم اندلعت الشباكات عنيفة بعد هجوم للمقاومة على مواقع الميليشيا في منطقة المختبي يأتي هذا بعد عمليات نوعية للمقاومة في جبهة الحازمية خلال الأيام القليلة الماضية استهدفت الميليشيا بمديرة الصوم عام كيراس وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد وكالعادة تلجأ الميليشيا إلى السهداف المدنيين حين تخسر في جبهات القتال حيث تستهدف المنازل بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون وتتسبب بأضرار جسيمة لم يقتصر الأمر على السهداف منازل المدنيين بل تجاوز إلى اختطافهم في نقاط تسيطر عليها الميليشيا وتفرض عليهم مبالغ مالية كبيرة مقابل إطلاق سراح أي منهم فيما يتعرض البعض للتعذيب في السجون السرية بمدينة البيضاء